بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم مادتنا التدخل المبكر للفصل الدراسي الثالث عنوان لقاء اليوم تعريف منهج البورتج أهداف لقاءنا لهذا اليوم سوف نتعرف سويا على منهج البورتج المقدم في برامج التدخل المبكر من البرامج المقدمة في التدخل المبكر نتحديد مستوى الأداء الحالي للطفل معرفة تقدم تطور نمو الطفل هو منهج البورتج أو نسميه دائما مشروع البورتج ما هو منهج البورتج؟ هو مشروع تعليمي للتدخل المبكر يطبق على الأطفال ذوي الإعاقة منذ الميلاد وحتى عمر تسع سنوات ويقوم مشروع بتدريب الأم على كيفية تعليم طفلها والتعامل معه لذا فهو منهج نسميه دائما برنامج تلطيفي لأنه يثقف الأم على تدريبه على المهارات النمائية في جميع المجالات يؤهل الأم ليصبحنا المدرسات الحقيقيات لأطفالهن دوي الإعاقة ويطبق البرنامج على الأم والطفل داخل المنزل وكذلك يطبق داخل المركز مراكز التدخل المبكر أو في المدرسة لأنه أكثر ملاءمة للطفل وبيئته ويقوم هذا البرنامج على سيارة الأم والطفل من قبل الأخصائية مرة في الأسبوع لمدة ساعة وربع نعمل أجل التقرير المنزلي للمهارات الطفل والتطور النمائي للطفل إذن تقوم الأخصائية في هذا المنهج أو في هذا المشروع البورتج في الزيارة المنزلية مرة في الأسبوع لمدة ساعة وربع يحدث هذا المنهج تقييم وتدريب لتنمية وإمكانيات قدرة الأطفال في مختلف مجالات النمو يخدم هذا المشروع الأطفال الذين يعانون من التأخر النمائي والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المعرضون للخطر هذا هو مول مفهوم لمنهج البورتج هو تدريب الأطفال على بعض المهارات في المجالات النمائية للطفل في مجال التنشئة الاجتماعية في مجال العناية بالذات كيف الطفل أدرب يلبس الملابس هناك خطوات من خلال العمر العقلي عمر الطفل العقلي من 36 إلى 40 كيف ما هي المجالات اللي يطبقها مع الطفل ما هي المهارات اللي ينفذها مع الطفل في المنزل سوف نتعرف على هذه المهارات في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله إذن هدفي من هذا المنهج هو تدريب الأم وتثقيفها كيف تدرب ابنها على المهارات في المجالات النمائية المختلفة منهج البورتج هو برنامج البورتج أحد برامج التدخل المبكر دائما هناك فيه اختلاف الموضوع بعض الناس يقول أن منهج البورتج هو منهج التدخل المبكر لا هو إحدى البرامج المقدمة في برامج التدخل المبكر هناك اختلاف إذن البورتج هو أحد برامج التي تقدم في برامج التدخل المبكر الذي يقوم على مقياس علمي يقيس خمس مهارات من نمو الطفل يتعرف على احتياجاته ويقوم على إعداد البرنامج التهيلي الذي يساهم في تطور مهارات الطفل من أول مراحل نموه ويعتمد البرنامج على مجموعة من المختصين من المختصين في مجال الإعاقة ليعملوا كزائرات منزليات ضمن هذا البرنامج برنامج البورتج يخص احتياج كل طفل لتدريب الأسرة على العمل مع الطفل ضمن بيئته ومن ثم يعمل على نقله لمركز التدخل المبكر بهدف ماذا؟ إعداده إلى الدمج التعليمي بعد ست سنوات والدمج الاجتماعي مع أقرانه هذا هو نظام أو مشروع أو منهج البورتج وتشمل جوانب النمو هي خمس مجالات نمو الحركي للطفل نمو الحركات العضلات الدقيقة العضلات الكبيرة نمو الرضيع كيف تتعامل الأم مع الطفل الرضيع كيف تمارس مع الأم في هذه المجالات النمائية المختلفة كيف تعرف سلامة حواس الطفل هل الطفل يسمع الجانب؟ الحس للطفل السم البصر أمسك يد الطفل هل الطفل يقوم بالأفعال العكاسية؟ هل يقوم يديه حول الأصبع أو ماذا؟ هنا مختص هذا النمو الرضيع إلى معرفة المهارات التي أمارسها مع الطفل النمو المعرفي مسؤول على العمليات العقلية للطفل التنشيئة الاجتماعية علاقة الطفل مع أقرانه علاقة الطفل مع أهله مع المختصين النمو اللغوي للطفل من خلال معرفة الكلام اللغة التعبيرية اللغة الاستقبالية للطفل سلامة مخارج الحروف الرعاية الذاتية يقصد بها العناية الذاتية هي خمس مجالات يقيصها هذا النظام نمو الرضيع هو مجال آخر وليس من المجالات التي يقيصها نظام أو منهج البورتج هو منهج أو هو مهارة إضافية يساعد الأم بمتابعة نمو الطفل الرضيع في مجالات النمائية المختلفة في النمو الحركي، في المعرفي، في التنشيئة الاجتماعية، في النمو اللغوي، في الرعاية الذاتية ما هي فوائد استخدام منهج البورتج؟ فوائد استخدام منهج البورتج في برامج التدخل المبكر سهولة تطبيقه وتوفير الأدوات الموجودة له تقديم الخدمة في بيئة الطفل مع الأسرة وصوله إلى المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات الخاصة بالإعاقة برنامج من الممكن أن يكون لجميع الأطفال بحيث يعمل أيضا على اكتشاف مهارات متميزة لدى الأطفال ممكن أطفال أكتشف مهارات مميزة غير المهارات التي لم يتقنها الطفل أو هناك القصور إذن يهتم بالجانب القوي للطفل يتوافق مع معايير دمج الطفل دول إعاقة في التعليم لأنه يعمل مع الإعاقات البسيطة والمتوسطة نموذج يخدم الشراكات مع الأسرة ألاحظ أيضا من الفوائد العظيمة في هذا المنهج قلة تكاليف البرنامج واستخدامه الأدوات البسيطة في المنزل مثل الكرات، الألعاب، الكرات، بطاقات، الأشكال المختلفة الألعاب موجودة في المنزل، الخيوط، الألوان، الأقلام الأسس القائم عليها برنامج البورتيج، الزيارات المنزلية ذهاب الأخصائية إلى المنزل من أجل تدريب الأم، تطقيفها إنشاء أنشطة تعليمية مكتوبة من خلال البطاقات التي تنفذها الأم مع الطفل، الرصد والتسجيل لمتابعة نمو الطفل الإشراف الدوري هذا هو الأسس القائم عليها برنامج البورتيج وفي نهاية لقاءنا اليوم أشكر لكم حسن استماعكم وأطلب من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته